وده اللي خلى السيدة عائشة رضي الله عنها تتربى على ايد النبي ان يحصل تغيره في طريقة الغيرة بسبب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معها كانت في الاول يبقى قاعد مع ضيوفه في البيت فالسيدة صفية تبعت الطاجن اللي فيه رز ولا الطاجن اللي فيه محش ولا ايه فايه ده ده يومي والنبي قاعد في بيتي في يومي واحدة من زوجاته تبعت اكل وانا ما معرفش اطبخ ولا ايه فامتواخد وامتلميات في الارض زي ما حضراتكم معرفين شوف سيدنا محمد يراعي ان دي غيرة اه المشاعر هنا طلعت يعني قدام الناس وبطريقة ممكن النبي يشعر ازاي وانا قاعد قدام الناس وراجل البيت والكلام اللي احنا ممكن نقوله لكن النبي لا فيلم اللحمة يحطها والطبيخ ويقول غارت امكم معلش دي لحظة غيرة كانت قوية والمشاعر تلا غارت امكم واقع حد يزعل من السيدة عائشة دي امك ام المؤمنين غارت امكم ويقول لها يا عائشة زي ما كسرت الاناء خد الاناء بتاعك الحلة بتاعتك رجعيها ما كان الحلة اللي اتكسرت دي او الاناء اللي اتكسرت ده وتعدي الايام مع السيدة عائشة وبسبب ان سيدنا محمد دايما يتكلم معاها في يوم الايام خرج من عندها فغارت اوي في الليلة بتاعتها فلما رجع قالت فلما رأى ما بوجهي قال اغيرت يا عائشة انا كنت بزور مقابر الصحابة وبدع لهم في البقيعة على بعد امتين متر من بيت السيدة عائشة اغيرت يا عائشة قالت يا رسول الله اولا يغار مثلي على مثلك حتى يعني الناس كنت تحبك سيدة محمد طبعا انا غير عليك يا بص الحوار دخل ازاي بعدما كان تكسير بقى حوار اولا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله قال يا عائشة اوجائك شيطانك لحظة الغيرة الشيطان بيجي فيها ويرمي ظنون وافكار فيها اتهام اوجائك شيطانك يا عائشة قالت يا رسول الله اولي كل مننا شيطان هو فعلا ممكن كل واحد عايش مننا معاش طان عشان لما يجي غير يعد ينفث الأفكار السلبية قال نعم قالت أوى معك شيطان بص الحوار راح في حدة تانية بص الحب والكلام الجميل أوى معك شيطان وانت كمان يا رسول الله قال نعم غير أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بكل خير فانقلبت التكسير لحوار وجمال وحب اشتركوا في القناة